بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم بتمرين المحاضرة الثانية لكورس الفندمنتل الثانجينير الجزء العام أخذنا في المحاضرة جزئية من الجبرة والكمبليكس نمبر وستريت لاي وكذلك الكوادراتيكويشن والسفير في سطح الكرة هذه هي الأسئلة اللي على هذه الجزئية هنحاول حل بعضها بإذن الله نبدأ في السؤال الأول أوجد مساحة الشكل الرباعي اللي لديه الرؤوس هذه هي معطيك الأربع رؤوس لشكل رباعي نجي نحدث في البداية الرؤوس عندك في البداية سالب 4 و 5 و 0 و 7 وسالب 5 و 5 وسالب 5 وآخر نقطة سالب 4 وسالب 2 بعد ما حددنا النقاط نوصلها مع بعض تعطينا هذا الشكل الرباعي خلينا نفترض أنك لو عندك أرض والأرض هذه غير مستوية والحدود تبعتها غير واضحة ممكن تقسم هذه الأرض إلى عدة أشكال هندسية لحيث أنك تقدر تحسب مساحتها طيب إحنا الآن عندك شكل رباعي عشان تقدر تحسب مساحته في البداية قسمه ممكن تقسمه بهذا الشكل هذا الشكل فأصبح عندك مثلثين أو ممكن تقسمه بهذا الشكل ويصبح كذلك عندك مثلثين ولو قدرت تحسب مساحة المثلث الأول وتجمعه لمساحة المثلث الثاني راح تقدر تعرف مساحة الشكل علينا ناخذ أول مثلث ونحسب مساحته في البداية نحدد النقاط 0 7 سالب 4 وخمسة سالب 4 وسالب 2 الريفرنس هاند بوك طبعاً إحنا نسوي الحسابات فقط بالقوانين المعطاء لدينا في الريفرنس هاند بوك إذا أنت حافظ قوانين أخرى الأمر برجع لك أنك تستخدمها أو تستخدم فقط اللي في الريفرنس هاند بوك طيب المعطاء لدينا في الريفرنس هاند بوك هو قانون مساحة الشكل الرباعي معطيك شكل رباعي بهذا الشكل وهذا الزاوية ثاتة ومعطيك أنه هذا الضلع بي هذا الضلع ا والارتفاع H الاريا لهذا الشكل الرباعي هو A في H واللي يساوي A في B في الساين الثاتة طيب إحنا لدينا مثلث أي مثلث ممكن نوصله بنفس الأسلوب لشكل رباعي لو كملنا هذا المثلث هذا الضلع اللي هنا ظلع آخر موازلة والضلع اللي هنا نفس الأسلوب أصبح لدينا هذا الشكل الرباعي طيب عشان نحسب مساحته لازم نجيب في الأول A وخليها الضلع اللي هنا A والضلع اللي هنا B A يساوي جذر سالب 4 ناقص 0 كل تربيع زائد 5 ناقص 7 لكل تربيع ويساوي جذر 16 زائد 4 يساوي جذر العشري نيجرال B يساوي بنفس الأسلوب هيعطيك جذر 0 تربيع زائد 7 تربيع ويساوي 7 إذن أوجدنا A والB باقي علينا نوجد سينة ثيتا أي زاوية في هذا الشكل لو قدرنا نطلحها بنحطها في سينة ثيتا وبيعطينا مساحة الشكل الرباعي بالكامل الآن نختار الثيتا اللي هنا الثيتا اللي هنا هي عبارة عن زاوية 90 بالإضافة للزاوية تبع هذا المثلث اللي هنا مثلث قائم الزاوية طيب عندك هذا لو قدرنا نوجد طول هذا ونضربه في كوساين الزاوية اللي المطلوبة راح يعطينا لازم يعطينا الأربعة هذه اللي هو طول الضلع حق إذن ثيتا يساوي 90 زائد فاي عشان نوجد الفاي لاحظ أن هذا الضلع هو نفسه الأ إذن الأ في كوساين الفاي راح يعطينا أربعة الأ يساوي جدر العشرين إذن الفاي تساوي كوساين انفيرس لأربعة على جدر العشرين ورح يعطيك شفت كوساين انفيرس لأربعة على جدر العشرين يساوي راح يعطيك 26.56 نجمع عليها التسعين أعطيك 116.5 طيب الآن إحنا أوجدنا الثيتا عشان نوجد المساحة نضرب في A وفي B ساين الزاوية مضروبة في جدر العشرين مضروبة في السبع يساوي أعطيك 28 28 هذه مساحة الشكل بالكامل نقسمها على 2 يساوي 14 إذن مساحة هذا المثلث هو 14 وحدة 14 يونت طيب نأتي بنفس الأسلوب نحل للمثلث رقم 2 هذا هو المثلث رقم 2 نكمله بنفس الأسلوب بحيث أنه نخليه متوازي أضلع رح يكون الشكل بهذا الأسلوب بدنا نوجد A وال B وكذلك أي زاوية من الزاوية الأربعة A تساوي جدر الخمسة تربيع زائد 12 تربيع يساوي 13 B يساوي جدر 9 تربيع زائد 3 تربيع يساوي جدر 90 إذن لدينا A والB طيب ممكن تجيب أي زاوية من هدول بأي أسلوب ممكن تشوفه ممكن مثلا تسوي هذا خط مستقيم هيك وهيك أصبح عندك متلت هنا ونفس الشيء متلت هنا لو جمعت هذه الزاوية وهذه الزاوية طرحت 190 هيعطيك الزاوية اللي هنا تحسب بالقانون ولكن ولكن أنا أريد أصعبها شوي عشان نستخدم قانون موجود في الريفرانس هاندبوك اللي هو الزاوية ما بين أي خطين مستقيمين نوجد الميل نوجد في البداية ميل الخط المستقيم الأول وميل الخط المستقيم الثاني ونستخدم القانون الموجود في الريفرانس هاندبوك M A يساوي 7 ناقص ناقص 5 7 زائد 5 بتصبح على 0 ناقص 5 هيعطيك 12 على سالب 5 M B يساوي نفس الأسلوب سالب 2 ناقص ناقص 5 يعني سالب 2 زائد 5 على سالب 4 ناقص 5 أعطاك سالب 9 يساوي 3 على سالب 9 ويساوي 1 على 3 بال ماينس إذن لدينا الميلين عشان نجيب الزاوية اللي ما بينهم نقول tan inverse theta تساوي tan inverse 3 m 2 على 1 زائد m 1 m 2 ويساوي قلن نحسبها بالألة الحاسبة 10 inverse ل 12 12 على 5 على minus 5 ناقص ثلث سالب الثلث على 1 زائد 12 ضرب 1 على السالب مع السالب بروحه 5 ضرب ثلاث 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 أطاك سالب 48 بين 9 لاحظوا أن السالب يفترض يكون في الرفرنس هاند بوك يوجد absolute value هنا عشان الزاوية تكون بالموجة ولكن بغض النظر عن هذا السالب فالزاوية اللي أنت بالذكيات تستخدمها 48 عشان هكذا أنا بقول لك لازم تستخدم وتدرب حالك على القوانين الموجودة في الرفرنس هاند بوك طيب نجعل نلاحب أول حاجة أنه عندك أنت الأربع زوايا أي زاوية أعطاك الزاوية الأقل إذن هي الزاوية اللي إحنا كنا بدنا إياها الثيتا لو كانت الزاوية فلنفرض أنه أنت ما بتعرف أي زاوية من الأربع زوايا أعطاك أو بالأحرى أي زاوية من الزاويتين المنفرجة أو الحادة أنت ممكن لأنه أنت رسم الخطين المستقيمين تقدر تعرفها من قيمتها إذن هذه هي الزاوية 48.9 49 49 49 الآن نجيب A B مضروب في Sine هذه الزاوية Sine minus 1 مضروب في جدر 90 مضروب في 13 طيب أعطاك 93 لاحظ أنه هذا 93 تبعت الشكل بالكامل نقسمها على 2 أعطاك 46 ونص نجمع عليها الـ 14 أعطاك 60 ونص إذن هذا الشكل 93 على 2 إذن الشكل بالكامل إذن الشكل بالكامل يساوي الـ 14 زائد 93 على 2 ويجب سأعطيك 60 ونص يونت وأقصد باليونت وحدة قياس يعني لو كانت هذه بالسنتيمتر فهتكون 60.5 سنتيمتر تربيع لاحظ لأنه مساحة نجعل السؤال الثاني نقول لك قاعدة مثلث في الطابق الأضلاع لدي لدي أحد الجوانب 2A Lie يعني مع على الـ Y أكسس such that المد بوينت of the base is the original في البداية نرسم المثلث زي ما هو أعطيك إياه إنه إله القاعدة تبعة المثلث موجودة على الـ Y أكسس وهذا المثلث والقاعدة هذه طولها 2A 2A والميد بوينت سجدات الميد بوينت هي الـ original طيب إجل المطلوب find the vertex of the triangle أوجد لك 2A إذن وهذا 2A وهذا 2A لأنه equal triangle بده توجد رؤوس المثلث طيب عندك الآن في الـ original اللي هي 0-0 في منتصف القاعدة والقاعدة طولها 2A إذن الارتفاع تبحها هيكون A والنزول تبحها هيكون بـ minus A إذن النقطة اللي فوق هتكون 0A واللي تحت 0X و-A في الـ Y طيب نحسب النقطة الثالثة أو الرأس الثالث للمثلث لاحظ أنه هذه الزاوية بالكامل بما أنه متلث متطابق الأضلاع إذن زاوية بالكامل 60-60-60 هذه الجزئية اللي هنا هي 30 درجة إذن ممكن نحسب طول هذا الظلع أو الارتفاع نحسب عن طريق نقول كوسين الثلاثين مضروبة في الاثنين A راح يعطينا الطول هذا كوسين الثلاثين يساوي جذر الثلاثة على اثنين الاثنين مع الاثنين راح إذن هيعطيك A في جذر الثلاثة إذن هذه النقطة راح تكون صفر في ال-Y صفر في ال-Y وفي ال-X A جذر ثلاثة نجعل السؤال اللي بعده بيقول لك فاين لسلوب للاين حيث أن هذا اللاين يقطع الأوريجينال وكذلك الميد بوينت أوف لين سيجمينت جويني دا بوينت واحد واثنية خلينا نرسم في البداية النقاط طبعتنا النقطة الأولى صفر وسالب أربعة وعندك ثمانية وصفر هذول النقطتين بينهم خط مستقيم وعندك خط مستقيم ثاني المطلوب هو يقطع المنتصف تبحه وكذلك الأوريجينال إذن المطلوب المطلوب السلوب هو بهذا الشكل يقطع الأوريجينال ويقطع كذلك الميد بوينت لهذا اللاين طيب نجح نحسب في البداية الميد بوينت ثم نحسب الميل عن طريق أنه هذه النقطة صفر صفر وعندك نقطة ثانية على نفس الخط المستقيم طيب عشان نحسب النقطة منتصف هذا الخط المستقيم خلينا نمثله أول إشي بمثلت الآن هذا المثلت ارتفاع الأربعة والبيز تبعته الثمانية طيب عشان نعرف النقطة اللي في المنتصف خلينا نكمله على شكل مربع أو مستطيل عفوا هذا الثمانية وهذا أربعة لاحظ أن النقطة اللي في المنتصف هي تكون عبارة عن نص الأربعة هذه هذا الشكل ونص الضلع هذا بهذا الشكل يعني خلينا نمثله هنا هو عبارة عن مستطيل لو قسمته من المنتصف بهذا الأسلوب هذا بالكامل أربعة هيكون هذا ثنين وهذا ثنين وهذا بالكامل ثمانية هذا أربعة وهذا أربعة النقطة اللي في المنتصف هي نفسها النقطة التي تنصف الوتر إذن أنت بكل بساطة هذه النقطة بما أنه هذا بالكامل 4 ارجع إلى النص إذن هذه النقطة 4 في الـ X وفي الـ Y بما أنه هذا بالكامل 4 ارجع 2 في المنتصف إذن سالب 2 أصبح هنا النقطتين اللي على الخط المستقيم ونوجد الـ slope الـ M يساوي 0 ونقص نقص 2 على 0 ونقص 4 سأعطيك نصف بالـ أوجد مساحة المثلة اللي لديه الثلاث رؤوس هادئ في نفس الأسلوب اللي احنا طبقناه في أول سؤال عندك ثلاث رؤوس اللي هو 0 وصفر و4 و5 وسالب 4 و6 عندك متلت بهذا الأسلوب بدك توجد المساحة طبعته نفس الشيء ممكن بتكمله توازي أضلع وبتحل توجد أي زاوية وعندك A والB وصعين الزاوية في A في B على 2 ويعطيك مساحة المثلة المطلوب ومكت 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 أضلع أنه البي هذا القاعدة في الارتفاع الارتفاع أي الارتفاع هو اللي بيعطيك خط مستقيم وهنا الزاوية 90 هذا هو الـ H طيب احنا البي ممكن نوجدها لأنه هذه النقطة هي السالب 4 وال6 وهذه النقطة 0 والصفر وهذه النقطة الـ 4 والـ 5 البي يساوي جدر الاربعة تربية زائد الستة تربية يعطيك جدر الاثنين وخمسين طيب الحين عشان نقدر نوجد الـ H الـ H يساوي كيف ممكن نوجده لو قدرنا نعرف النقطة اللي هنا وهذه النقطة معروفة نقدر نحسبها بنفس هذا الأسلوب طيب عندك هذا النقطة التقاطع كيف ممكن نحسبها خلينا نحسب الميل تبع هذا الخط ثم نقول أنه هذا الميل الخط المستقيم اللي هنا هو بالـ ليش؟ لأنه فيه تعامل اللي هو بالقانون M1 M2 يساوي مائنس 1 في حال إذا كان الخطين متعامدين طيب خلينا في الأول نوجد خط الميل MB يساوي 6 على سالب 4 بيعطيك سالب 3 على 2 طيب إذن بنفس باستخدام هذا القانون منقول أنه M H يساوي 1 على سالب 3 سالب 1 على سالب 3 على 2 رح يعطيك السالب مع السالب بروح إذن 2 على 3 إذن أوجدنا إحنا ميل الخط المستقيم الثاني اللي هو معادلته تساوي Y 2 على 3 X زائد C طيب هذا الخط المستقيم عليه هذه النقطة نعوض بهذه النقطة بالمعادلة عشان نقدر نطلع السي إذن X تساوي هنا 4 وال Y تساوي 5 5 تساوي 4 في 2 8 على 3 زائد C من هذا هيطلع C تساوي 15 ناقص 8 ويساوي 7 إذن معادلة الخط المستقيم هذا هو Y تساوي 2 على 3 X زائد 7 طيب معادلة الخط المستقيم هذا إحنا بدنا نوجد هذه النقطة معادلة الخط المستقيم هذا تساوي إحنا وجدنا الميل تبعة Y تساوي سالب عفوا هذا هو سالب 3 على 2 X زائد C نفس الأسلوب ممكن نعوض بالصفر والصفر ما راح تقدر تجيبها إذن نعوض بالنقطة الثانية سالب 4 6 تساوي سالب 3 على 2 مضروف في سالب 4 زائد C سالب مع السالب راح الأربع مع الـ 2 تضر الـ 2 2 في 3 يساوي 6 إذن C تساوي 0 إذن هذه معادلة الخط المستقيم الثاني الآن عشان نوجد هذه النقطة نقطة التقاطع ممكن تساوي النقطتين المعادلتين ببعض عشان نوجد بمعنى خلان الـ Y تساوي الـ Y إذن سالب 3 X على 2 تساوي 2 على 3 X زائد 7 نستخدم الألة الحاسبة للحل كل بساطة نقول سالب 3 3 على 2 Alpha X يساوي 2 على 3 Alpha X زائد 7 Shift Calculate يساوي أعطاك أن الـ X يساوي سالب 3 Point 2 إذن أوجدنا أحنا أول نقطة اللي هي سالب 3 Point 2 هذا للـ X طيب نأتي للـ Y عوض بأي معادلة من المعادلتين هذه أو هذه بقيمة X AND مضروب في ثالب 3 على 2 يساوي أطاك هذه هي الـ Y إذن عندك الـ X والـ Y 4 Point 8 4 طيب أوجدنا هذه النقطة الآن عشان نوجد الـ H نقول جذر الـ X تربيع اللي هي سالب 3 Point 2 ناقص الأربعة كل تربيع زائد كل تربيع الأربعة point اللي احنا وجدناها قبل شوي ناقص الخمسة هذا كل تربيع يساوي إذن الـ H أطاك 7 نرجع للمسألة تبعتنا إذن الـ B 52 والـ H 7 الـ Area تبعت المثلث هي نص في الـ H اللي هو الآن مضروب في الـ B اللي هو جذر الـ 52 يساوي إذن الـ Area لهذا المثلث هي 25 بين 9 يعني تقريبا 26 يونت لو حليت المسألة للطريقة اللي احنا قلناها متوازي أضلاع بنفس الأسلوب اللي في أول سؤال بإذن الله هتطلع نفس الإجابة إذا ما طلعت نفس الإجابة يا أنا عندي خطأ في الحل أو عندك راجح هذه الأسئلة أنا ما حليتها شايفها يعني بسيطة بإذن الله إذا بدك تعرف الحلول تبعتها هذه لاحظ أنه هنا ذاكر لك أنه ممكن حلين يطلع معاك بسبب عدم وجود الأبسليوت في التام إن فيرس لهذا اللي موجود في الريفرنس هاند بوك لأنه لو كان في عندك أبسليوت فاليو لما أقول لك أبسليوت مثلا أصغر من واحد إذن الأي هي أصغر من الواحد أو أكبر من السالب واحد هذا هو معنى الأبسليوت فاليو عشان هيك ممكن يطلع لك الإجابة اللي هنا بالماينس أو بالموجب فإذن هي يكون عندك حلين ولكن في الريفرنس هاند بوك يعني في الغالب الأسل اللي راح تجيك ما راح تحتاج وتتطلع على الأبسليوت ولكن أنت بدك تعرف أنه أي زاوية نجي الآن على complex number ححل بإذن الله بعض من هذه المسائل المسائل محطوط الحل على طول طيب نجي على السؤال الأول i السالب 93 39 طيب إحنا لدينا by default i ضرب i أول إشي i 0 يساوي 1 i 1 يساوي i i تربية هي i ضرب i يساوي سالب 1 عندك i 3 ضرب i يساوي سالب i عندك i 4 يساوي سالب 1 سالب 1 1 عندك هذول by default أنت عارفهم لو قدرت توصل المعادلة هذه لأي صورة من هذه الصور ستقدر تحلها إذن i السالب 39 هدف i سالب سالب في i السالب 3 لما تضرب a s رقم s a b a s b رح رح يعطيك a a a ز b إذن ممكن نقول 36 هي عبارة عن ضرب أي رقمين وخليها من أحد الأرقام هذه أو خليها نقول s أي رقم لو قلنا 6 تربية سيعطيك 36 إذن هذا تساوي i s سالب 2 6 أو 6 2 في i السالب 3 طبعا هذه الجزئية i s سالب 2 عندك هذا هي i s تربية i تربية تساوي 1 على i تربية الكل 6 في i السالب 3 نحل كمان i s السالب 3 دعنا نقول أنها تساوي 1 على i 3 وهذا يساوي i تربية هو سالب 1 1 على سالب 1 الكل 6 وهذا سيعطيك 1 لأن 6 عدد زوجي سالب 1 عدد زوجي سالب عدد فردي سالب 1 مضروب هذا كله في i في 1 على i 3 ال i 3 تساوي 1 على سالب i انطق المقام يعني اضربه في المقام نفسه سالب i هذا مضروب في سالب i على سالب i سالب 1 يساوي i مع i i تربيع وسالب 1 إذن هذا يعطيك 1 مضروب في سالب i على سالب مع السالب موجب وال i مع i يعطيك سالب 1 السالب مع السالب هذا راح يروح إذن يعطيك i إذن i وسالب 39 يساوي i وقل لك مثل الفورم هذا هذه المعادلة بهذا الفورم نستخدم الآلة الحاسمة بشكل سريع 3 في 7 زائد 7 i زائد i في 7 زائد 7 i يساوي أعطيك 14 زائد 28 i ولو طلب منك البولر 4 تقول shift 2 تحول إلى البولر 4 3 يساوي هذا هي البولر 4 31 والزاوية 63 17 و و تحول الو بولر 4 طيب السؤال هذا giving the complex number بولر 4 معطيك سالب 3 بدو إيا بالبولر 4 نقدر نستخدم الحاسبة بشكل بسيط سالب 3 shift 2 3 يساوي بأحد أن أعطاك 3 بزاوية 180 اللي بعده solve الإكوشن هذه حيث أن الإكس أقل من 1 طيب نجيب الآلة الحاسبة عندك إكوشن تربعية mode 5 التربعية هي رقم 3 نقوم نحط اللي هي المعاملات هذه المعامل 1 هنا المعامل 1 على جذر الاثنين هنا المعامل سالب 1 إذا عندك 1 هذه 1 على جذر 2 والأخير سالب 1 يساوي يساوي أطاك جذر الاثنين على 2 والجواب الثاني سالب جذر الاثنين إذن هذه هي الحلول تبعت لاحظ أنه قال لك كذلك أن الإكس لازم يكون أصغر من الواحد لو كان أحد الإجابتين أكبر أن الإكس أكبر من الواحد فهذه الإجابة مرفوضة طيب نجلس السؤال اللي بعده راح نقول أنه قيل لك أنه عندك المعادلة هذه وبدو حل للمعادلة هذه هذا هو الحل النهائي طيب كيف فإحنا ممكن نسوي طبعا بممكن تحل ها تجيب تقول أنه X زائد Y ثلاثة يساوي عبارة عن ضرب ثلاث أقواس تقعد تضرب وكذا وتحسب ها وتأخذ الريال بارد مع الريال بارد والإمجيني بارد مع الامرجيني بارد تقعد تسوي الحسابات هذه كلها طيب ولكن إحنا ممكن نسوي الآلة وتأخذ وقت معنا طيب كيف ممكن نمثلها خلي X Y افترض لإلهم أي قيم 1 و2 لما تجرب تقول 1 زائد 2 I الكل تكعير يساوي أعطاك سالب 11 سالب 2 I إذا في حال X Y 1 و2 Y U هنا سالب 11 و V سالب 2 طيب نحسب المعادلة هذه هني نقول أن U سالب 11 على X اللي هو 1 زائد سالب 2 على Y اللي هو الاثنين يساوي أعطاك سالب 12 طيب أي حل من الحلول الاربعة المعطلة لك الاختيارات لازم يعطيك هذه الإجابة في حال أنك سويت اخترت هذه القيم لل X وال Y تعال نجرب في هذا الحل المعطو 4 السالب 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 طيب افترض أنه فعلا أنت جربت مع الأربعة وفي واحدة أعطتك مينس 12 افترضيا غير القيم اللي هنا اختر للقيم لل X Y 3 و4 وسوي الحل بنفس الأسلوب ستقدر توجد الحل للمعادلة سنجعل السؤال الأخير 2 E وس سالب 5 I نجرب في الآلة الحاسبة 2 E وس سالب 5 I يساوي Attack Math Error طيب إذن كيف ممكن نحل هذه الأيلر فور اللي جراحناها من قبل ومذكورة في الرفرنس هاند بوك معطيك أنه E والسالب J Theta يساوي Cos الزاوية Theta ناقص J Sine Theta طيب إما أنه هنا فيه 2 عندك 2 إذن هذه مضروبة كلها في 2 طيب عندك الثيتا اللي هنا هذه بتطبقها بهذا الأسلوب 5 إذن الثيتا عندك 5 5 إذن هذا يساوي 2 في cosine 5 ناقص J أو I في sine 5 2 cosine 5 ناقص I مضروف في sine 5 يساوي إذن هذا هي القيمتين لو كان معطيك الزاوية بال ديكري بالرادية وليس ديكري نفس الأسلوب مساوي ستأخذ هذا القيم يعني إذا عند استخدام الزاوية لاحظوا أنه ممكن مرة يستخدم هنا الرادية وممكن يستخدم الديكري هذه الأسئلة اللي ما حليتها حاولوا تحلوها أول سؤال ستحلل في البداية ثم تستخدم الآلة الحاسبة عشان تطلحها أو بدون تستخدم الآلة الحاسبة تطلحها بهذا الفور نفس الأسلوب أو الثلاثة هذه ممكن تطلحها مباشرة بالآلة الحاسبة كذلك بجذل ثلاثة وتسوي shift 2 للتحويل نفس الأسلوب كلهم بإذن الله أشياء سهلة هذه كذلك أتوقع ممكن تستخدم الآلة الحاسبة مباشرة طيب قادرتك سيرفس إكسرسايز عندك هذول السؤالين هنحاول نحلهم سفير أو سنتر عندك سفير السنتر تبعها هذا هو و point and surface هذا هي find the diameter طيب يقول لك أوجد قطر الكرة اللي السنتر تبعها هذا هو وعندك نقطة على سطح الكرة هذا هي باستخدام القانون الموجود في الرفرنس هاندبوك عندك D تساوي طبعا لاحظ أنه D من السنتر إلى السطح هو طالب الديامتر إذن هتوجد لما توجد الدي هتضرب في اثنين هيعطيك الديامتر لو كان طالب منك الراديانس الراديانس اللي هو نصف القطر فإذن هو الدي مباشرة طيب ماقص ثلاثة تربيع ثلاثة تربيع ويساوي جدر الثمنطعش تضربه في الاثنين هيعطيك للسفير طيب نيجي للسؤال الثاني هذا سؤال شوي متقدم يعني ممكن كان نحله لما نيجي نوجد الحجم والحجوم وكذا للأشكال تبعتنا ولكن بما أنه موجود هنا خلينا نحله بيقول لك عندك كرة لها الراديانس 4.2 سنتيمتر تم إذابتها وتحويلها إلى شكل اسطواني بهذا الشكل لديه الراديانس 6 سنتيمتر فأوجد الارتفاع لهذا طيب احنا ممكن لازم في البداية تشوف الحجم تبع الكرة بالكامل تحول إلى حجم بالكامل موجود عندك في الرفرنس هاندبوك أنه حجم الكرة الـ يساوي 4 باي في R تكعيب على 3 طيب هذا أنت عندك الراديانس بتعوض الآن الحاسبة هيعطيك قيمة حجم الاسطوانة كذلك موجود في الرفرنس هاندبوك الـ تساوي باي R سكوير في الـ كله على 3 ايساوي أو لاحظوا نحن نستخدم الـ لازم نرجع للمود العادي نكتب هاتاني مرة 4 باي في R اللي هي 4 2 3 على 3 هذا يساوي الـ باي الـ 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 6 تربيع 3 alpha x shift calculate solve for x يومشكلة هذه يجب أن تضع الضرب هنا يجب أن نحسبها الآن ويجب أن نضع الضرب 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته